أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوائل الحداث نخصصها للحديث حول تصريحة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري حول ضرورة إعادة تصحيح العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري إلى إعادة تصحيح العلاقة والشراكة بين الشرعية والتحالف حيث قال أن شراكتها مع التحالف كانت على أساس تحرير المناطق من سيطرة ميليشيا الحوثي وليست لإدارتها وضف الميسري أن شراكة الحرب من المفترض أن تكون باتجاه الشمال وليس الشرق تأتي هذه التصريحات بعد أيام من استحداث قوات التحالف مواقع عسكرية لها في محافظة المهرة نتوقف عند هذا الخبر لنقشه في محورين مستقبل العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية الأسباب والآتار وما الحلول اللازمة لتفعيل أساس الشراكة بين التحالف والحكومة بلا توقف ومنذ مطلع العام الماضي لا يزال أبناء المهرة يواصلون احتجاجاتهم ضد النفوذ السعودي رافعين مطالبة تنادي بخروج القوات العسكرية السعودية والميليشيات التابعة لها وبسط سيطرة الدولة على كامل تراب المحافظة في فبرائر الماضي عززت السعودية قواتها العسكرية إلى مديرية حوف بهدف السيطرة على مقر قوات خفر السواحل ما جعل أبناء المهرة ينفذون اعتصاما مفتوحا أمام منفذ صرفيت لمنع أي استحداثات عسكرية وأعلنت اللجنة المنظمة الاعتصام السلمي تعليق فعالياتها أمام المنفذ خلال شهر رمضان مؤكدة أن هذا التعليق قد ينتهي في أي لحظة إذا ما فكرت الرياض باستقدام أي تعزيزات عسكرية عبر المنفذ المشهد السياسي والشعبي في المهرة يبدو متماسكا خلافا لما هو في بقية المحافظات التي تقع تحت النفوذ السعودي الإماراتي وظهر ذلك من خلال دعوة القوى السياسية بالمهرة إلى رحيل القوات السعودية ووصف البيان الصادر عن القوى السياسية التحركات السعودية بالمهددة للسلم الاجتماعي معلنة انضمامها لاعتصام أبناء المهرة محملة للرئيس هادي مسؤولية ما يحدث شراكنا في المهرة على المزيد وليس الشراك في داخل المراقب المهرة لكن ما الذي يحدث في المهرة وفق مراقبين فإنما يجري ليس سوى عكاس للصراع غير المحسوم حول طبيعة العلاقة بين الشرعية والتحالف وقد ظهرت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية أحمد الميسري لتؤكد على أن الوجود السعودي الإماراتي في اليمن يجب أن يذهب باتجاه تحرير الشمال من ميليشيا الحوثي وليس باتجاه إدارة المناطق المحررة بداية ينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي أهلا بك سيد مختار أهلا وسهلا بك بداية لو نتحدث عن دوافع التحالف اليوم في الاستمرار في تجاهل الحكومة في دارة المحافظات المحررة لا يوجد هناك أي مبرر منطق يمكن القبول به يعني من قبل التحالف العربي في الإبقاء على بعض السياسات في عدم منح الحكومة حقية إدارة المناطق المحررة وإبقاءها بيد مجموعات خارج إطار الدولة خصوصا في المناطق الجنوبية التي تقبع تحت إدارة ميليشيات محلحة خارج إطار الدولة بلتالي لا يوجد هناك أي مبرر سواء إضعاف الحكومة الشرعية وإضعاف أي غضر دورة التحالف العربي الذي كان من أجل دعم الشرعية والوقوف المعشرعية بالتالي أي إضعاف لدورة الحكومة هو بالضرورة إضعاف لدورة التحالف العربي وتحقيق أهدافه المعلمة التي هي إعادة الحكومة وإعادة الدولة والحكومة الشرعية وكذلك القضاء على الإنقلاديين ما هي دوافع هذا؟ ما وصفته بالإضعاف دورة الحكومة الشرعية وقلت أنه ربما ينعكس أيضا على داة التحالف ويضعف دورة التحالف ما هي دوافع هذا الإضعاف؟ لماذا؟ دوافع الإضعاف هي أن للأسفة الشديدة حاولت تكون الإمارات تحصول على بعض الامتيازات في المناطق المحرضة وصفا في المناطق الجنوبية وهي مناطق استراتيجية منها محافظة تقدر الجزيرة التي تسمى جزيرة الكنز التي تقع في منطقة استراتيجية وأيضا جزيرة ميون التي كانت شرعت في بناء قاعدة أشترية أيضا من عدن والساحل الغربي ومضيطها بالمندب هناك كثير من المناطق التي حاولت التحصول على الامتيازات فيها ولكن شرعيا لم تمنح الإمارات هذه الامتيازات تالي عمدت على إنشاء بإنشيات وحيارات سياسية من أجل أن تمنحها الاستمرارية والبقاء في هذه المناطق نحن أن هذه أيضا حتى التشكيلات والمقونات السياسية التي انشتها الإمارات ليس لها أي شرعية وهي لا يمكن لها الحديث بانفراد على الجنوبية وعن الجنوب لأنه مكون من ضمن عشرات من الكونات الجنوبية التي لا تقل في الأطبس الإمارات والإمارات الجنوبية بالتالي حينما رفضت خامة الرئيس والحكومة الشرعية منح انتيازات الإمارات عملت على إنشاء هذه المناطق السياسية بمنحها استمرارية البقاء في المناطق الجنوبية وهو ما أثر وانعكس على أداء الحكومة وأيضا أثر على أداء أيضا حتى التعالف العربي وجعلنا أن حتى من نحظة ثلاث سنوات ونحظة تقريبا لمدة تحرير مدينة عدن ومدينة عدن تغرف ميليشيات مدينة عدن تغرف في سؤال خدمات مدينة عدن حتى هذه الحظة لم يتم تحكم صلية واحدة ولا استطارة واحدة وهذا هو الرد على إداء مدينة عدن خارج إطار الدولة والتصرف فيها من قبل المجنوعات وخطار شكيلات مسلحة متمردة على الدولة وعلى الشبعية ورحب أيضا بضيفنا من الرياضة المحللة السياسية السعودي سلمان عسكر أهلا بك سيد سلمان سيد سلمان تسمعني إذن سنحاول التواصل مع ضيفنا من المملكة العدنية العربية السعودية سلمان عسكر وأعود للأستاذ مختار هل الموقف الأخير لوزير الداخلية نائب رئيس الوزراء هو موقف فردي أم يعبر عن مؤسسة الرئاسة والحكومة نائب رئيس الوزراء هو لا يتحدث بشخصه المنفردة كشخص أحمد الميسيري هو يتحدث بصفته نائب لرئيس الوزراء وهذا طبعا الحديث عن إعادة تقييم العلاقة مع التحالف ويعني تصحيح العلاقة مع التحالف نادى به كثير من المسؤولين وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وكذلك وزير النقل وكثير من الوزراء والمسؤولين يتحدثون بكل صراحة أنه لا بد من إعادة تقييم العلاقة لا بد من تصحيح العلاقة نحن نتحدث دائما أن انتقاد التحالف لا يعني بأي حال من الأحوال أن من يتحدثون أو من يتقلون التحالف أنهم يقفون ضد التحالف وأيضا لا يعني أنهم يعملون ضمن مشاريع أخرى لا الانتقاد هو لتقييم الوضع هو لتقوين الأخطاء وهو أيضا الانتقاد يأتي من باب تصحيح العلاقة والعودة لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي تتحالف من أجلها وهي إعادة شرعية والدولة حتى مع أربع سنوات الشرعية لم تعد الدولة إنما عادة كيهنات والتكوينات وميليشيات مسلحة تتلقى التعام الوفير وستتلقى الرعاية الكاملة من دولة الإمارة العربية المتحدة لذلك يتحدث نائب رئيس الوزراء بأنه لا بد من عادة العلاقة وعادة التصحيح هذه العلاقة مع التحالف العربي وأنا أعتقد أن هذا الحديث لا بد أن يتم استيعابه من قبل دولة دولة السعالف العربي والعمل فيه والجلوس مع تحالف الشرعية والحديث بكل صراحة وشفافية وعادة تقييم أربع سنوات من التحالف العربي ما الذي تم إنجازه ما الذي لم يتم إنجازه من هو السبب الذي يؤخر تحرير باقي المناطق من الذي يقف أمام عودة رئيس الدولة والحكومة إلى مدينة عدم من الذي يدعن من الشكلة كل هذه أسئلة لا بد أن يتم الإجابة عليها ووضع حلول جدرية لها تبقى معنا أستاذ مختار وأرحب مرة أخرى بالضيفين من المملكة العربية السعودية المحلل للسياسي السعودي سلمان عسكر أهلا بك سلمان مرحبا حياتك الله إذن استمعنا بالأمس ربما كان الخبر الأبرز تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلي أحمد الميسري في هذا التصريح قال أن الشراكة مع التحالف كانت ربما على أساس تحرير المناطق من سيطرة الميليشيا وليس لإدارتها هل يعني هذا أن التحالف اليوم أخلى بمحددات الشراكة؟ أولا في البداية حديك أحيي ضيوفك في الأستوديو وأحييي المشاهدين كل عام وأنتم بخير من عصبة شهر رمضان كل عام أنت بخير عزيزي البحث أنا لا أعلم بصراحة عن تصريح وزير الداخلية للحكومة الشرعية وماذا قال بالتحديد؟ قد يكون أن البعض أخطأ التفسير أو قد يكون أخطأ في أسلوب الكلام هذا شعنة في الأخير هو صاحب القرار هو الرئيس الشرعي وليس وزير الداخلية هو الرئيس عبدربو منصور هادي الرئيس الشرعي أنا ممكن أن أقرأ لك أهم ما جاء في تصريحنا برئيس الوزير وزير الداخلية هو دعا إلى إعادة تصحيح العلاقة والشراكة بين الشرعية والتحالف وقال أن الشراكة كانت على أسس تحرير المحافظات اليمنية من سيطرة ميليشيا الحوثي وليس لإدارتها وقال أن الشراكة الحرب المفترض أنها تذهب باتجاه الشمال لتحرير هذه المحافظات من الحوثي ليس بالذهب باتجاه الشرق وأيضا تحدث عن نقاط أخرى لكن الأبرز هاتين النقطتين عموما إذا كان كان مثل هذا الكلام فأعتقد من وجهة نظري كمتابع للشان وكمتابع من بداية انطلاك عصوة الحزم التي أتت بطلب شرعي لمواجهة انكلاب حوثي في اليمن وليس في مناطق معينة أو محددة دون غيرها الحوثيين أيضا وصلوا إلى الجنوب سيطروا على عدد من المواقع في الجنوب من أخرجهم من الجنوب هو التحارف العربي وقوات الجيش اليمنين أن لا يزال هناك مواقع يسيطر عليها الحوثيين في بعض المناطق الشمالية الشرقية والشمالية بحاجة إلى اتحاد وقوة ما بين التحارف والشرعية ولا أعتقد أن مثل هذه الكلمات سواء من وزير الداخلية قبل كده أو قبل هذا الوقت تكلم بعض الوزراء ومن ثم أذكر أصناء وحاولوا أن يشوشوا على الشرعية وعلى التحارف ولا نعلم هؤلاء يعملوا لصالح من وضمن أي فريق هم يعملوا بالتأكيد هؤلاء الوزراء السيد السلمان يعملون لصالح الجمهورية اليمنية وأدوا اليمين الدستورية أن تتحدث ربما عن وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الخارجية وأيضا هناك مسؤولين آخرين تحدثوا عن المطالبة بعد التصحيح العلاقة والتحارف ما في شك عزيزي ولكن يعني البعض القدياتي بآراء ليست رأي الحكومة الشرعية أنا عندما عاتي برأي شخصي فهو يمثل رأي شخصي ولا يمثل رأي الحكومة الشرعية من المعروف والمتبقى والمعترف العالمي دوليا هو شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي هو الرئيس الشرعي هو الذي طلب التحالف التحالف أتى إلى اليمن لإنكادة من الأناصر الإنكلابية التي حادثت فزبادا ونتزال حتى يومنا هذا البعض قد يفسر سيدي هذه الأمور من جانب إعلامي لمصالح شخصية معينة كما تشاهد قبل أسبوع تم عرض حلقة لرئيس الشهيد إدراهيم الحمدي رحمه الله لماذا هذا الوقت تحديدا ولماذا لم يتم تلك القناة عن التحدث عن الماضي هذا الموضوع ليس موضوعا لأن نتحدث عن تصريحة نائب رئيس الوزراء طيب أستاذ سلمان في تحرير المحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي بالتعاون مع الجيش المني وهنا السؤال لماذا توقف التحالف في الجنوب ولم يحرر أيضا محافظات ومناطق أخرى بالتعاون أيضا مع الجيش الوطني في أي بوقع تقصد عزيزي في باقي المحافظات في الجنوب في الشمال في المحافظات أخرى غير الجنوب يا عزيزي المتابع للانيدان يعلم أن التحالف العربي ومن قبل الجيش اليمني يواجه في أكثر من موقع يواجه في الضالع يواجه في نهم يواجه في مارد يواجه في الصرواح يواجه في مواقع متعددة صحيح لكن جبهات الجنوب كما تقول هي حسمت فيها المعركة لكن في الجبهات الأخرى هناك مراوحة لم تحسم هناك جمود في هذه الجبهات أنا متزك معك عزيزي هنا الحرب الحرب السجال ليس معنا تحرير أنه بين يوم وليل أنا قد نحنر هذه المواقع كما تعلم سموه ولي العهد السعودي رحمد بن سلمان قبل سنتين تكريبا وفي تصريح واضح وصريح كان لدى التحالف والشرعية للاستعداد في دخول صنعاء خلال أقل من 24 ساعة ولكن أمامنا أمور نحترمها ويحترمها القانون الدولي واللي هي السكان السيدي لن إذا بعض المواقع التي لا يزالوا على رأسها الحديدة نتكلم عن الحديدة تحديدا وعنتاج مكتبع بالسكان ومن التهور ومن الخطأ أن يتم دخول هذه المناطق باستعجال دون تخطيط محكم وأعتقد أن التحالف الآن يصير وفق خطة معينة لتحيير هذه المواقع مما يضمن سلامة المواطنين في المقام الأول سيد طيب أعود للأستاذ مختر رحمي أستاذ مختر إذن كما استمعت لحديث الأستاذ سلمان هو ربما قلل من أهمية تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقال أن هذه التصريحات ربما من بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية اليوم لا يمكن الأخذ بهذه التصريحات وربما قد يكون الهدف منها مثل هذا الحديث أعتقد أنه يعني يضرب العلاقة يعني أن تجاهن ما يحدث في المناطق الجنوبية وما يحدث في اليمن بشكل عام أعتقد أنه يفرق من الأزمة إذا يكون اليوم يتحدث عن بعض المناطق فيها إشكاليات غدا سوف تكبر الفجرة وسوف تكبر الأزمة وسوف يعني اليوم إذا كان نائب رئيس الوزراء يتحدث غدا سيخرج رئيس الوزراء وسيخرج بعض رئيس الوزراء الذين لم يتحدثوا هي رسائل فقط نجدها الشرعية للتعالف العربي عبر مسؤولين مسؤولين هذه تكتبها على الشرعية يعني سيخرج أنا أتحدث الرجل الثاني في الحكومة وهو هناك رئيس الوزراء ويقول جميلنا المتحدث سليمان سليمان عسكر يقول أنه غرضه شوشرة هذا أعتقد أنه خلال وخير منطقين هناك إشكالية حقيقية علينا أولا أن نعترف أن هناك إشكالية حقيقية بين الشرعية وبين التحالف العربي علينا إجازة هو يقول أنه لا يمكن أخذ الموضوع على محمل الجد والقول أن هناك إشكالية في العلاقة ما دام أن الرئيس عبد الرب منصور هذا الذي طلب تدخل التحالف لم يصرح بشيء حتى الآن هذا مصدوب على أطراف الأخرى هذه التهم يجب علينا أن نتحدث بجرد وأن نوجد حلول للإشكاليات لا أن نجد مصدوب على كل الرئيال لا أقول أن الرئيس إخوانجي ورئيس الحكومة والميسر يجب واعظ والنجل الحكومة نحن بيعطنا اليوم أن نقول أن هذا الرجل إخوانجي وأنه يدعم الإصلاحة وأنه له أجلدة خارجية هذا كلم غير معقول ولا يمكن أي أحد أن يقبل به طيب أستاذ مختار كيف أثرت هذه التوترات في العلاقة ما بين الحكومة والشرعية على مسار الحرب ضد ميليشيا الحوتي طبعا الثلاث بشكل صدور جدا بدل أن نجتمع جميعا نحن ونخف التعالف العربي على إيجاد حلول لنتوحد في الجبهات أصبحنا لأن نخذ حروبينية وبعض الأطراث تقوم بالنيل من الحكومة ومن أطراف الحكومة ومن أحزاب يعني في الشرعية وتقوم بالتسريب وتقوم بالنيل منها وأيضا يعني في الحكومة لا بد أن ترد على هذه الاتهامات ولا بد أن ترد على هذه الهجمة بالتالي حيثما أخذت الأزمة بانتقر وفجوة انتقر توقفت في الجبهات هناك إشكاليات هناك يعني أحاديث في وسائل الإعلام أصبح هناك تجهيز خارج إطار الدولة أصبحنا اليوم تحدث عن إشكالية ستتعاضب يوما إثر آخر إذا لم يتم معالجة هذه هذه الأزمة والجلوس مع الشرعية ومع التحالف العربي وإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية أعتقد أنها تتواصل تأثير كبير جدا على الحكومة وكذلك على التحالف العربي وكذلك على مسار المعارك في أرض الميدان طيب أستاذ سلمان البعض اليوم يقول أنه من الأجدى في هذه المرحلة هو التركيز على تحرير باقي المناطق من الذهاب نحو الخلافات البينية التي أشار لها الأستاذ مختار الرحب وأنها ربما أثرت كما يقول على سير المعارك المعارك الكبرى ضد الإنقلاب وإسقاط انقلاب الحوثي واستعادة الدولة أجد عزيزي يعني نكون واضحين شوي من بداية انطلاق عصفة الحزن بعد انطلاق عصفة الحزن شهرين وظلت أشهر وشيعة وأعلنها عبر مناقر إعلانية متعددة أن هناك خلاف بين التحالف العربي والشرعية الآن بعد أربع سنوات وعاد هذا الموال هذا أمر طبيعي وهذا حرب إعلانية وهذا شيء وارد لم حال لكن يعني كان من المفترض أن نسلط أنا والأخ مختار وأنتم يعني الذين يهمهم في المقام الأول أبضاء على الخلازات الحوذية هناك خلازات بين القيادات الحوذية بالأسف لأن تتطلق لها وسائل الإعلام هناك قيادات مفقودة للحوذيين هناك صراع على السلطة حاليا مع عبد الملك سواء من جارة بن حمد الحوذي ومكاداته الأخرى عموما ليس هذا الحديث ولكن من أجل الإشارة والتنبيه فقط بالنسبة لسؤالك عزيزي كما تعلم أن الحرب في اليمن حرب عصابات الآن حاليا نتواجه عصابات نتواجه شيش منظم حتى نقول بأن تم السيطرة على موقع معين أو تم استعادة أو تم شبه ما شبه ذلك الآن أن تتحارب وناس تلقم من الجبال في الأودية عبارة عن عصابات متفرقة من الصعب أن نقول بأن سيتم تحرر حديدة غدا أو خلال شهر أو شهرين الحديدة الآن كما تعلم هناك اتفاق السويد لم يلتزم الحديد فيه في العصل فهل من المنطقة ندخل التحارف بقوة والحكومة الشرعية لتحرير الحديدة أعتقد هذا الصعب ويخلف خطائر مادية وإنسانية وكارثية في المنطقة طيب بعد هذه التطورات سيد سلمان والتصريحات الأخيرة برأيك إلى أين تمضي العلاقة ما بين الشرعية والتحالف أعتقد أن التحالف الشرعية لا ينظرون إلى الأقدام أو ينظرون إلى الأقدام يا سيدي هذا ما يحدث الآن ليس كلام أشخاص أو أبراد هذا علاقات دولية هناك أكثر من 13 دولة يا أخي في التحالف وهناك دولة وحكومة الشرعية اليمن معترف بها دوليا يعني لنريد أن نسقط إلى خلافات أشخاص معينين ثم نقول نبني عليها أسس كبيرة أو علاقات متينة ما بين التحالف والعرب وصحيح هناك دولة وهذا ما أشار له لائب رئيس الوزراء الميسري قال نحن دولة وأن اليمن ربما يمرض لكنه لا يموت وطالب بأنه يمنح له هذه الدولة وهذه الحكومة حق إدارة المؤسسات داخل هذه الدولة صحيح من حق الوزير أن يقول إدارة الأوضاع داخل اليمن وأنا أؤكد لك أن من حق الشرعية أن تدير الأوضاع داخل اليمن وهذا حق مشروع ومن عادة التحالف أنه لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى التحالف أتى تحالف عربي لمهمة معينة مثلما أتى تحالف دولي لمهمة معينة في سوريا وفي غيرها من بلدان العالم هناك تحالفات دولية ما يحدث الآن من التحالف العربي في اليمن هو دعم للشرعية وليس إدارة للأمور داخل اليمن اليمنين هذا شأنهم الاختيارات المناصر ما شبه ذلك إدارة الأمور إدارة اقتصاد اليمن هالأمور كلها بيد اليمنيين طيب سأقول هذه النقطة لمختار الرحبي أستاذ مختار كما استمعك حديث السلمان يقول أن اليمنيون لأنهم من يديروا لكن التحالف هو يقدم الدعم والمساندة هناك حكومة وهناك رئاسة ووزراء ومسؤولين وفي كل المناطق اليمنية عن أي مطالبات تتحدثون باستعادة حق لإدارة البلاد طالب يلا أستاذ مختار تسمعني طيب أعود مرة أخرى لسؤال سلمان يبدو فقدنا لتتصل مع مختار اليوم وزير الداخلية وأكثر من مسؤول سلمان يطالبون بعادة تصحيح العلاقة ما بين التحالف والشرعي بعد أربع سنوات من انطلاق عاصفة الحزم من وجهة نظرك كيف يمكن عادة تصحيح العلاقة والتركيز كما قلت على الهدف الرئيسي في إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة شوف المشكلة سيدي يعني لازم نتكلم بوضوح هناك وزراء في الشرعية يعني لا أعلم هل هم يصرحون باسم الحكومة أم يصرح باسمها شخصية أولا ليس من حق وزير الداخلية ولا من حق أي وزير في الحكومة الشرعية أن يتحدث باسم الحكومة اليمنية هو نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء حتى لو كان نائب رئيس الوزراء نحن نريد أن نسمع التصريح من هادي نريد أن نسمع التصريح من علي محسن نريد أن نسمع التصريح من عبد الملك بن سعيد رئيس الوزراء أن نائب وزير ويصدح من هذا التصريح هذا شأنه كان صرح ذلك أعتقد أنه أخطى بهذا التصريح ولم يوافق الصوار وأجتهد وقد كان من الأولى من الأولى أن يضع نصبه يعينيه هو الأمن والتركيز على الأمن في مواقع سيطرة الشرعية هو للتحالف وقدموها كل الإمكانات لخدمة المواطنين وبدء الأمن ونشرها في المواقع التي استعدتها الشرعية كان من الأفضل بدل التبجع بهذه التصريحات التافية أن يترك اهتمامه وجل تركيزه للخدمات الأمنية التي تصبحوا في مسلحة المواطن اليمني في المناطق المحررة وليترك العمل الكبير الكبار أما أن يتدخل بموضوع علاقة ما بين التحالف والشرعية فهذا أمر ليس من شانه وفي الأخير هو يعني مجرد شخ أو بواطن بالأحرى نحن لنأخذ تصريح تصريح حكومي نريد أن إذكر هذا الكلام من عكس على رأي الشرعية فهذا رأي الشرعية ولكن أعتقد كما عصدت لك سابقا أن الشرعية والتحالف العلاقة بينهم أكبر من أي أقوال بعض الوزراء هناك وزراء يا أخي لا تدري ماذا يقولون وأين مقرهم هل بعضهم في اليمن هل هو خارج اليمن إحنا ما ندري لكن في الحقيقة هو صرح من داخل العاصمة الموقعة عدد كما هي الوزير الميسري صرح بالأمس من داخل عدد ما عليش يعني أنك تعرف أن أحداث تحصل في عدد هناك من يطالب بالإنقسام هناك من يطالب بوضعه هناك من يطالب هناك من يطالب قد تكثر الأقاويل لكن في الأخير التحالف أمام مهمة رسمية وشراكة مع الحكومة الشرعية لا يمكن أن تؤثر فيها أقوال كبير غير أكبر هناك مناصب وأشخاص أكبر من الميسري تكلموا ولكن لا يعني كلامهم في الأخير كالإتمام بها وهناك الدعم لها هذا الوزير قد يغادر غدا أو بعد غد ولا تدري ما هي أهدافها أو مخططة أو ماذا يقصد بالتحديد وهل كان الحديث مشافة منه أما نقول هناك بعض الأخطاء تحصل لبعض الأمور كان صوت صوت وصورة صوت وصورة بالصوت وصورة تحدثنا برئيس الوزراء وبإمكانك الاطلاع عليه من خلال وسائل التواصل وموجودة كده إن كان بالصوت وصورة فأنا أختصر وأقول لك بأن هذا الشخص هو من الذين يريدون أن يلموا الحجر بصفو الماء ليعكروا الأمور هذا الشخص قد يكون يعمل لأجندة خارجية لبعضرة أوراق الشرعية وهذا الأمر لن يؤثر على علاقة التحالف الشرعية القافلة ستسير والكلاب ستنبح وستبقى تنبح ولن يواصل لكن أتمنى سؤال أن تجاوز ربما حدود لكن تجاوز بالألفاظ ربما هناك مجال لوزيرة الداخلية وإذا كان هناك من متحدث اسمه للرد على هذه التصريحات التي ذكرتها وانت ربما تجاوز في بعضها شكرا جزيلا لك على العموم سلمان عسكر كاتب محلل سياسي سعودي كنت معنا من الرياض في ختام هذه الحلقة تحية الطاقة بالمرمج ومنتج حلقة اليوم مع ابتراقي بنبار في آن الله